اشتركوا في القناة طعن خلالها بالعملية الانتخابية وذكر الائتلاف في بيان أنه قدم تقريرا تضمن 14 خرقا فنيا وإداريا رافق إجراء الانتخابات الماضية فضلا عن المخالفات الدستورية والقانونية التي ارتكبتها مفوضية الانتخابات معززة بالمستندات والحجج والأدل القاطعة والتي أدت إلى تغيير نتائجها وسببت ضررا كبيرا وحرفا عن حقيقة الأرقام الصحيحة للناخبين وجدد ائتلاف الوطنية تأكيده أن ما حصل من تغييرات على النتائج النهائية بعد فحص عدد من الصناديق دليل واضح على وجود تلاعب في نتائج تلك الانتخابات مطالبا بإبطال العملية الانتخابية بالكامل وفقا لأحكام الدستور وعملا بأحكام القاعدة الفقهية والقانونية بالتزامن مع الحراك والطعون والمنشدات التي ما زال يوجهها المعترضون على نتائج الانتخابات للمحكمة الاتحادية برزت أصوات تحاول التشويش على عمل المحكمة الاتحادية وعرقلة مسار النظر بالأدلة والوثائق المقدمة ضمن الطعون والتي تؤكد التزوير هذه الأصوات تدعو إلى المصادقة على النتائج النهائية والتي أعلنت عنها مفوضية الانتخابات بدعوى أن المحكمة ليس من صلاحيتها النظر في الطعون الانتخابية لكن النائب السابق محمد البلداوي أكد أن من صلاحية المحكمة الاتحادية رفض نتائج الانتخابات كما أكد أن المحكمة تنظر بالطعون بشكل كلي وليس بشكل جزئي وقال إن الهيئة القضائية في مفوضية الانتخابات نظرت بالطعون المقدمة من أفراد دون النظر إليها بالطعون الكلية على مجمل العملية الانتخابية وأضاف البلداوي أن من يحاول ربط المادة الثالثة والتسعين سابعا والتي تشير إلى أن واجب المحكمة الاتحادية المصادقة على نتائج الانتخابات ومن يعتقد بأن النظر بالطعون ليس من صلاحيات المحكمة الاتحادية واهم ولا يفقه بالدستور وكشف أن المحكمة الاتحادية استمعت لمحامي الإطار وأحالت جزءا من الطعون إلى خبراء للاستشارة